بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة يوم 23 مارس 2017 ولفت حلوة من جوبل حطت صورة الدكتور حسن فتحي والصورة جميلة جدا وفيها شوية الرموز حلوة جدا اولا هو راسم الشكل المعماري اللي بيوت بالطريقة القديمة اللي هي ان يبقى فيه المسقط الافجي مع المسقط الرأسي في نفس اللوحة وراسم الدكتور حسن فتحي هو بيسلم على العمال وبتكلم معهم بتواضع ودي كان عادة الدكتور حسن فتحي وهنا رسم العمال بيشتغلوا مع بعض وفيه سيدة بتساعد العامل بحسنهم يعملوا قالب التوب اللي هيبنوا بها البيوت وراسم الحيوانات اللي هي كانت تابعة الاصحاب البيوت ديت ودي كانت من اكبر المشاكل حسن فتحي في موضوع القرنة ان الفلاحين مصممين ان الحيوانات تبات معهم في قلب البيوت وده طبعا غلط لان ده بين الامراض فكان عايز يخليهم كمفصل وهوما كانوا رفضين وهنا رسم انتجاء الهواء الناحية دي ناحية اليمين وهي هنا ملقة في هوا وهو يستخدم نفس الفكرة دي في بعض المشاريع ان تبقى الملقة في الهواء الناحية دي فوق والهواء يخش يلف في انحاء الغرفة وبعد كده يخرج من اعلى حتى من الغرفة بالشكل الجميل دوت فلافت حلوة من جوجل وفيها اللي عملها يعني فاهم الفكر بتاع الدكتور حسن فتحي من دكتور حسن فتحي بين اهم المعمريين المصريين ومن مؤسسي عمارة الفكراء اللي نحن نعمل بيوت للناس اللي هي مش لقية تاكل يعني تقريبا 9% من المعمريين بشكل طبيعي بشكل مشاكل بيشتغل عند الناس الاغنية اللي عندها فلوس فمحتاجين حد يتطوع ويصمم للناس الفقرة اللي هي ما عندهاش فلوس تبني فلال واثور وابراج فلذلك حسن فتحي كان بيصمم بيوت وتقريبا ما بيخدش مقابل البيوت بتصممها مثلا لصحابه انا شفت اول مبنى حسن فتحي من اول ما خرجت على الشارع انا ساكن في المرج حتة اسمها كفر الشرافة من جنبين على طول ورائب من البيت في بيت حامد سعيد وده من الفنانين الكويسين جدا المحترمين جدا وكان صديق لحسن فتحي وكان بيدور على مكان يقعد فيه بس مكانش فيه مديات فهو كان بيفكر يروح يقعد في المنطقة هناك ويعمل خيمة وخلاص فحسن فتحي قال انا ممكن ابني لك البيت بسعر 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 جدا وفعلا بناله البيت بتكلفها لتذكر والبيت جميل جدا يعني انا كان حواليه بيوت قديمة وبيوت حديثة وكان مميز جدا بين البيوت ديت بشكل الكباب بشكل الفناء اللي في النص وباين ان فيه فكر في الموضوع الهواء يخش بطرق معينة طول ما انتقعد ما تحسش بذيء ما فيش حرارة جديدة في الصيف ولا برد في الشتاء بسبب ان الحوائط سميكة فكان فيه شوية افكار حلوة في البيت والاسف هو اتهد وان حضرت اليوم اللي كانوا بيهد فيه بس اسف كانش يقدرها من حاجة في منتصف 2011 بعد الثورة ما كانش فيه نظام وكان زوجة حمس عيدت ووفت فتاني يوم على طول الناس جات وهدت وبانت قبل ما حد من ورصة يجي او اي حد ياخد باله والله مساعد هو فكر المهندس حساب فتحي رائع جدا ممكن يكون محدة عنده اعترضات بس ما فيش حد بيكمل الشغل وراه فلو فيه ناس كمالت وشفت الاعترضات وعالجتها ومسلا تبطى هنزود النسبة دي بحاجة معينة يعني شفت التجارب في ايران بيحط اش في وسط الطوب بيقول الموضوع ده فانظي ان يبقى فيه بحاجة تجارب ونستكمل ونستطيع تبني المشاكل ونعالجها وفكرة حساب فتحة مش مرتبط بالبيوت بالبيوت التنية لا خالص بحاجة حتى الحديد حتى الساخر كل حاجة والفكرة ان انت بتبني من البيئة اللي انت موجود فيها من تردش تنقل مواد خام فده تكلفة جامدة وكده بيت هيبقى اغلى وكده هيبقى البيت مش هيحق استدامة ومش هيبقى لصيق مع البيئة فهو الأصح ان انت تبني بالنفس المادة اللي موجودة في المكان وده اللي بيعمله دلوقتي لما بيجوا يبنوا جيوت في المريخ او الأمر فكر نورمان فوستر انه ياخد طبع سلسية الابعاد يودها هناك ونمعش ينقل في مواد خام لان الكيلو في المواد الخام لما تنقل في فضاء يتكلف ملايين فهو بس هين طبع سلسية الابعاد ويبدأ يبني من نفس المادة اللي موجودة على المريخ او الأمر فهو دكتور حسن فتحي لو موجود في منطقة تينية بيبني بالتين لو موجوده في منطقة صخرية بيبني بالسطخر ومن أول الناس اللي خادوا جواس واخدوا جواس كترة جدا ولي كتب كترة جدا حول العالم ولوحد عايز يقرأ اكتر ممكن يقرأ كتاب عمارة الفقراء للدكتور حسن فتحي ترجمة نانسي قنقر